قوة الذكاء والفهم من الصفات الجميلة التي تنفع صاحبها وقت المحن والشدة حيث يستطيع الإنسان الذكي أن يتخلص بسهولة من المشاكل والصعاب التي تواجهه ولكن ينبغي عليه أن لا يدعي الفهم والذكاء حتى لا يقع في مأزق وهذا يذكرنا بقصة فكور ومكور فهيا بنا نتابع ما حدث لهما ترجمة نانسي قنقر مرحبا فكور مرحبا يا مكور لقد سمعت أن عندك مئة حيلة وحيلة تصطاد بها فرائسك وتتخلص بها من أعدائك نعم نعم فأنا ولا فخر أذكى وأمكر ثعلب في الغابة هل تسمح لي أن أصاحبك لأتعلم من حيالك وأفكارك البارعة؟ هذا شرف لك يا صديقي يا له من أسد قوي ومفتارس هيا هيا يا صديقي أنقذنا بحيالك البارعة من هذه الورطة قبل أن نصبح طعاما له لقد ضحكت عليك يا صديقي فأنا لا أملك حيلة واحدة ولا أعرف كيف أتصرف لقد انتهينا انتهينا ها لماذا ادعيت العلم والذكاء وافتخرت على غيرك وأنت لا تمتالك شيئا هيا هيا سقط ولا تنطق بكلمة واترك الأمر لي أمرك مطاع يا صديقي إلى أين أنتما ذاهبان؟ إننا نبحث عنك يا ملك الغابة في كل مكان لتحكم بيني وبين أخي مكور هذا أحكم بينكما في أي شيء أيها الثعلب إن أبان الثعلب الكبير ترك لي ولأخي هذا ثلاث عنازات سمينات لنقتسمها بيننا لكن أخي هذا ظالم يريد أن يأخذها لنفسه فقط لن أتعجل وآكل هذين الثعلبين الصغيرين قبل أن أعرف مكان العنزات الثلاثة ثم آكلهم جميعا أين تلك العنزات لأقسمها بينكما بالعدل؟ داخل هذه الفتحة في الجبل أرسل أخي مقور هذا ليحضرها بسرعة لتقسمها بيننا اذهب لقد غاب أخوك كثيرا أيها الثعلب لم أقل لك يا سيدي إنه ثعلب ظالم ماكر يريد أن يأخذ العنزات لنفسه أرسلني إليه لأحضره لك ذليلا كثيرا هو والعنزات الثلاثة اذهب وأحضره بسرعة فأنا مشغول مشغول جدا على الفور يا سيدي يا ملك الغابة يا ملك الغابة لقد استلحت أنا وأخي وقسمنا العنزات بيننا فانضي في طريقك سلام سلام أيها الماكران سوف أنتقم منكما في يوم من الأيام ما رأيت قاضيا يغضب من الصلح بين المتخاصمين قبلك أيها الأسد فعلى المسلم يا أصدقائي أن يكون ذكيا ويقظا وسريع الفهم ويملك القدرة على التصرف بعقل وحكمة في الأمور التي يتعرض لها ولا يخاف من مواجهة المواقف الصعبة التي تمر به بل يتحلى بالصبر ويفكر جيدا في كيفية الخروج من تلك المواقف كما فكر الثعلب فكور واستطاع أن ينقذ نفسه وصديقه مكور من الأسد الذي أراد أن يأكلهما ترجمة نانسي قنقر